مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون في المواقع المحلية الحوثيون يرفضون خفض قيمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم وقوات عسكرية في شوارع حضر موت لمنع تجمع الناس ومن الأخبار المنوعة طفل ألماني يتصل بالشرطة بإحساسه بالوحدة في العزل المنزلي المدن التي يسيطر عليها المتمردون في اليمن هي الأغلى عالميا من حيث أسعار المشتقات النفطية فاللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين ترفض التجاوب مع مطالبات السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بخفض أسعار المشتقات النفطية أسوة بعدة محافظات أخرى خاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا عقبا خفاض أسعار النفط عالميا ووصول سعر البرميل إلى 25 دولارا وعنوان موقع يامن مونتور الحوثيون يرفضون خفض قيمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم وكان الحوثيون قد أعلنوا في 2015 ربط قيمة النفط بسعره العالمي ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وخلال الأيام القليلة الماضية أقرت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن وفروعها في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا أقرت خفض أسعار البنزين والديزل فيما لا تزال أسعارها في مناطق سيطرة الحوثيين دون أي تعديل وهي الأغلى في المنطقة إذ يصل سعر جالون البنزين 20 لترا إلى قرابة 12 دولارا أمريكيا ومنذ سيطرة الجماعة المسلحة على العاصمة صنعا في سبتمبر 2014 وضعت قيادات الجماعة أيديها على مؤسسة القطاع النفطي قبل بقية القطاعات وفق عدة مراحل مستغلين أي أحداث في البلاد للاستحواذ عليها وقال مسؤولون في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تصريحات عبر الهاتف ليمن مونيتور إن الشركة ليست مسؤولة عن خفض قيمة المشتقات النفطية وإن الأمر يعود للحكومة التابعة للحوثيين غير المعترف بها دوليا وقال المسؤولون في شركة النفط شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنهم يتلقون الأوامر والتوجيهات من لجنة الحوثيين الاقتصادية التي رفضت بالمطلق مناقشة خفض أسعار المشتقات النفطية مع الشركة لحظة مصالحة بين العلم والإيمان تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديدة تقف البشرية كلها لأول مرة على قدم واحدة وجها لوجه أمام خطر يهدد وجودها وكيانها العالم كله من أقصاه إلى أقصاه يعيش أزمة مصيرية واحدة يقف أمامها الجميع برعب وخوف وأمل ورجاء واحد إنها لحظة مصيرية حقا لا تمتلك فيها البشرية خيارا سوى المواجهة العلمية والاستسلام الإيماني بقدرة خفية يمكنها انتشال البشرية من لحظة رعبها هذه ومن بين ركام هذه الأزمة الكونية الخطيرة تبدو هذه اللحظة الكورونية الأولى في تاريخ جدل الأفكار ومعاركها التي يلتقي فيها الإيمان والعلم في لحظة مصالحة غير مسبوقة لحظة ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا فيما يتعلق بجدلية الأفكار وصيررتها فيما يتعلق بحدود العلم والدين في حياة الإنسان والبشرية ككل فعلى مدى تاريخ البشرية الديني والفكري كان هناك جدل كبير يحتدم فيما يتعلق بحدود الدين والعلم في تفسير حياتنا ومصائرنا هذا المصير الذي يقف العلم اليوم أمامه من دون إجابات مقنعة لأنها إجابات متعارضة بالضرورة مع تصور الديني للمتدينين ربما في كل الأديان والمذاهب ففي لحظة تاريخية فارقة في منتصف القرن السادس عشر الميلادي خرج نيكولاي كوبرنيكوس بنظريته أن الشمس مركز هذا الكون وأن الأرض وكل الكواكب الأخرى تدور حولها في تحدي كبير ومصيري للتصور الكنسي البطليمي الذي كان يقول أن الأرض هي مركز الكون واتلت تلك النظرية ثورة علمية كبرى على مختلف المستويات من تيليسكوب غاليليو وصولا إلى قانون جاذبية نيوتن وكلها كانت تصب في خانة التصور العلمي للكون بعيدا عن أي تفسيرات دينية قاصرة لم يأتي بها الدين نفسه ونعرف جميعا اليوم ما الذي ترتب على مثل تلك الثورة العلمية الكبرى فيما يتعلق بالمصير البشري في الفلسفة والسياسة حيث طغى المنزع العلمي المجرد في رؤيته وتصوره لكل ما له علاقة بالإنسان تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لنشطاء ومقاتلين حثيين يدعو الناس أو يدعون الناس إلى التوجه إلى الجبهات للنجاة من فيروس كورونا ونطالع من موقع المصدر أولاين ناشطون حثيون يحثون اليمنيين على الموت في جبهات القتال بدلا من انتظار الموت بكورونا وأول الفيديوهات المتداولة كانت مدخلة تلفزيونية لناشط حثي يدعى شفيع ناشر قال فيها إن جبهات القتال هي أأمن مكان من فيروس كورونا حيث لا يوجد اختلاط هناك وقال ناشر في برنامج تلفزيوني على قناة تابعة للجماعة في صنعاء إنه من الأفضل أن يموت اليمني وهو يقاتل في الجبهة في صفوف الميليشيا بدلا من أن يموت مثل البعير من فيروس كورونا وتابع مخاطبنا اليمنيين نحن سنقرب لكم الأمور ونقرب لكم مسألة الموت بدلا من أن تموتوا ميتة الأغنام وأنتم في المنازل أما الفيديو الآخر فهو للمنشد الحوثي عبدالله الحمزي حيث ظهر من داخل أحد الأحواش في صنعاء يدعو للتوجه إلى جبهات وبعد مقدمة عن المرض وانتشاره قال الحمزي إن على من لا يريد الإصابة بالوباء التوجه إلى مكان فيه عزة وشموخ وكرامة وشجاعة وأضاف الحمزي عليك أن تنطلق إلى جبهات القتال وإذا لم تذهب وبقيت عند أولادك وأسرتك فسيأتيك هذا المرض الجدير بالذكر وفقا للموقع أن الحمزي قتل خلال اليومين الماضيين في المعارك التي تخوضها جماعته في محافظتي مأرب والجوف نفذت السلطات الأمنية والعسكرية في حضرموت حملة نزول ميدانية لمنع تجمعات المواطنين في مختلف مديريات المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي أقرتها السلطة المحلية في وقت سابق ويعنون موقع المشاهد نت قوات عسكرية في شوارع حضرموت لمنع تجمع الناس وأكد شهود عيال للمشاهد أن قوات الأمن داهمت أحد أسواق القات في مدينة سيئون لمنع بيع القات وفي الأثناء تبادلت قوات الأمن مع بائعي القات إطلاق النار وأكدت مصادر محلية أنه تم الاكتفاء بالأذان وإبلاغ المواطنين بالصلاة في منازلهم ضمن إجراءات احترازية صارمة لمواجهة كورونا ما بعد كورونا تحت هذا العنوان كتبت جمانة فرحات مقالها المنشور في العربي الجديد مليارات البشر يعيشون اليوم في عزلة إجبارية في منازلهم على أمل وقف تفشي وباء كورونا ينشغل العلماء في الباحث عن لقاح ودواء ناجع تجارب التاريخ تقول إن هذا الأمر سيتحقق سواء استغرق أسابيع أو أشهر كبرى مراكز الأبحاث والشركات تعمل ليلا ونهارا لتحقيق ذلك لن تفنى البشرية حتما نسبة الذين يموتون جراء الوباء أخدا بعين الاعتبار ظروف كل دولة ليست مرعبة إلى الحد الذي يصوره بعضهم ولذلك فإن التساؤل الأهم ماذا بعد تجاوز أزمة كورونا ينكب باحثون سياسيون على رسم سيناريوهات عدة بشأن تأثيرات الفيروس بعيدة المدى على شكل النظام العالمي الحالي بعدما حضرت الأنانية بشكل رئيسي وأصبحت الرغبة في البقاء تحتل الصدارة سواء تطلب ذلك إغلاقا للحدود بين الدول أو عزلا بين مناطق الدولة الواحدة لتجمد في أيام سنوات طويلة من الانفتاح آخرون يفكرون كيف ستتبدل العلاقات الدولية خصوصا بعدما أظهرت الأزمة الصحية حجم الارتباك في التعامل معها وغياب التعاون على المستوى الدولي هل ستنهار تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أم ستتجاوز المحنة؟ هل ستظهر حركات جديدة متطرفة في أفكارها متأثرة بأزمة كورونا؟ وإلى أي مدى ستطاول التداعيات الحريات الشخصية؟ بعدما أصبحت جميع أشكال الرقابة مسموحة لتتبع الوباء جميع هذه التساؤلات مهمة وضرورية لأن الحياة ستستمر والتغييرات ستحدث لكننا على الأرجح لن نشهد انقلابا كاملا لأنه سيكون من الصعب إعادة عقارب الزمن إلى الوراء فيما يتعلق تحديدا بسياسات الانفتاح والعولمة ولذلك الأهم أن أزمة كورونا يفترض أن تكون فرصة لمراجعة السياسات على الصعيدين المحلي والدولي صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدثت عن أخطر ما يهدد اليمنيين في ظل الحرب فهناك خطط لدى الأمريكيين لخفض المساعدات التي يعيش اليمنيون عليها وذلك ردا على تصرفات ميليشي الحوثي ونهبها للمساعدات واستغلالها للحرب تعنون الصحيفة إدارة ترامب تخطط لتخفيضات ضخمة على المساعدات لليمن يقول التقرير إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهز لإعلان القرار الصادم بخفض تخفيض المساعدات الإنسانية التي تقدمها لليمن الذي يعاني أزمة حادة بسبب الحرب كما يواجه خطر وباء كورونا أيضا مشيرة إلى أن القرار الأمريكي يأتي ردا على فرض الحوثيين المدعومين من إيران قيودا على الموظفين القائمين على تنفيذ برنامج المساعدات وينقل التقرير عن مسؤولين في الإدارة تحدثوا إلى مراسلة شؤون البيت الأبيض ميسي رايان والتي أعدت التقرير أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ وأنها تهدف إلى الضغط على الحوثيين لتخفيف الإجراءات على حركة شاحنات المساعدات والموظفين الموكلين بتصريفها وتوزيعها على الجهات اليمنية كما تشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين حذروا في الوقت نفسه من آثار هذا الإجراء على الوابع في اليمن في ظل المخاوف من تفش متوقع وخارج عن السيطرة لوباء كورونا في اليمن وتضح رايان أن القرار الأمريكي يأتي بعد أسابيع من المحاولات التي بذلها مسؤول الأمم المتحدة ومنظمات خيرية تعمل في تقديم المساعدة في البلاد لإقناع الحوثيين بتخفيف الإجراءات التي أعاقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى البلاد والتي يقول الإغاثيون إنه من الصعب التأكد من عدم السيلاء الحوثيين على هذه الشاحنات وتحويلها لدعم المجهود الحربي تضيف الصحيفة أنه رغم عدم وجود أي حالات مؤكدة للإصابة بوباء كورونا في اليمن إلا أن ذلك لا يعني أن الوباء لم يصل إلى البلاد بعد أن عانت المستشفيات والهيئات الصحية نقصا حادا في الإمكانات الطبية والمعدات ولا تمتلك الكثير من أدوات اختبار وجود العدوى بعد أن شعر طفل في ولاية بافاريا الألمانية بوحدة كبيرة جراء العزل المنزلي لم يجد بدا من الاستعانة بالشرطة لكسر الوحدة ما تطلب إرسال دورية قدمت له الخبز بالشوكولاتة وعنونا موقع الديدابوليو الألماني طفل ألماني يتصل بالشرطة لإحساسه بالوحدة في العزل المنزلي في واقعة طريفة تلقت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا اتصالا هاتفيا من طفل في الحادية عشرة من العمر يشكو من الوحدة بعد أن تركته والدته في البيت لبعض الوقت وكانت الشرطة بولاية بافاريا قد نشرت عبر حسابها على موقعها في فيسبوك تفاصيل الواقعة حيث تلقت اتصالا هاتفيا من طفل يبكي شاكيا من إحساسه بالوحدة بعد أن تركته والدته في البيت وقامت الشرطة بتهديئة الطفل وزيارته في المنزل للإطمئناني على سلامته ولم تكتفي الشرطة بذلك بل قام أحد أفرادها بإعداد بعض الخبز بالشوكولاتة لرسم البسمة على وجه الطفل ليس اليوم يا صاحبي تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم مضيفا في صحيفة الغد أين كانت الحياة تخفي لنا هذه المكيدة العظيمة؟ وماذا فعلنا لنستحقها؟ كأننا لم نختبر من الشر الكبير ما يكفي ولم نذق من المرارات ما فاض على وسعنا وكأن على ظهورنا متسع لقتل آخرين ونحن ندفع عمرنا إلى آخره وندفع صخرتنا إلى آخر هذا الجبل من الذي تعثر بالكأس فأراق النصف الفارغ على النصف الملآن؟ وأراق الهموم على صحن الضحك؟ لا تصدق العين ما ترى كأن هذا الذي يجري لنا يجري لغيرنا على شاشة سينما أو كأننا في كابوس طويل لن نلبث أن نصح منه نرتعي في نعمة البلادة لا نخاف على أحد من شيء ولا على شيء من أحد من يتذكر الآن كم كنا بخير وكم كنا سالمين وكنا نظن أن تلك طبيعة الأشياء فلم نقرأ شيئا في كتاب الحمد ولم نقل مرة شكرا ليس اليوم يا صاحبي دعنا نكمل حبنا أو خصومتنا ودعنا ننتظر طلوع الشمس لأتأكد من لون عينيك ومن بياض قميصك الأبيض ليس اليوم لأن اليوم حار ولا يناسب العناق أو الحفر في الأرض وليس غدا لأنك غدا ستكون قد فوت موعدك يتلفت الواحد خلفه ويتلفت أمامه ويقلب في جيوبه وفي اليد التي تصافحه متى سينفجر هذا الهدوء الماكر في وجهي ويلطخ ملابسي بالأدوية توفي راهب إيطالي أعطى جهاز تنفس لمريض شاب مصاب بوباء كورونا لم يكن يعرفه وقد قضى الأب جيوسي بي بيرارديلي البالغ من العمر 72 عاماً نحبه في مستشفى بمدينة لوفيري بيرغامو التي تعد من أسوأ المناطق في إيطاليا التي حل بها الوباء وتعنون البي بي سي فيروس كورونا قضى نحبه بعد أن اختار إعطاء جهاز التنفس لمن هو أصغر منه سدناً وتناقلت الأنباء أن خمسين راهباً على الأقل قد توف جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وقد تعرض أسوأ بلد في العالم حل به وباء كورونا إلى إغلاق مطول في إطار سعيه لوقف تفشي الوباء من منطقة لومباردي شمال البلاد والتي تعد الأسوأ في انتشار الوباء الكاهن توفي الأسبوع الماضي في مستشفى لوفيري وحسب أقوال المستشفى فقد رفض استخدام جهاز التنفس الذي أحضرته الأبرشية التابع لها واختار إعطاءه لمريض أصغر منه سناً وتناقلت الأنباء أن سكان بلدة كاسنيغو صفقوا من شرفات منازلهم عندما مر النعش من أجل الدفن إذ لم تجرى أي جنازة رسمية له ويوم الثلاثة ترأس البابا فرانسيس قداساً ترحماً على الأطباء والكهنة الذين ماتوا قائلاً الشكر لله لأنهم قدموا مثالاً بطولياً في خدمة المرضى وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليلة الاثنين أنه لن يسمح لأفراد الشعب بمغادرة منازلهم سوى لأهداف محدودة مثل شراء الأغراض الضرورية أو ممارسة شكل واحد من أشكال الرياضة كان كارل جولدمان البالغ من العمر سبعة وستين عاماً من سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا واحداً من بين سبعمائة من الركاب والطاقم في الرحلة السياحية على متن السفينة دياموند برينسس والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في شباط فبراير الماضي يقول جولدمان في مقال أعادته أو أعادت نشره الغد كانت لدي حماً شديدة جداً كما بدأت تنتابني بعض نوبات السعال الجاف كانت هاتان هما العلامتان الوحيدتان على أي شيء يشبه الإصابة بفيروس كورونا على عكس نزلات البرد الأخرى والأنفلونزا التي أصبت بها في السابق لم يكن هناك صداع ولا عطس ولا التهاب في الحل ولا آلام في الجسم وحتى مع هذه الحمى المرتفعة لم تكن هناك قشعريرة وتعرق من ذلك النوع الذي يحدث عادة من المراوحة بين السخونة والبرودة كان العزل في غرفة الاحتواء البيولوجي غريباً قضيت عشر أيام هناك وقاموا بتوصيل جسدي بكل أنواع شاشات المراقبة أي شخص يدخل غرفة احتوائي البيولوجي كان يشبه نيل إرمسترونغ وهو يهبط على القمر كانوا يرتدون بدلات كاملة خاصة بالاحتواء البيولوجي وثلاث طبقات من القفازات ويحملون محركات على ظهورهم لتزويدهم بالهواء وأشريطة لاصيقة في كل مكان لتغلق الطريقة على أي شيء يمكن أن يعرضهم للعدوى ولكن لم يكن هناك شيء يمكن أن يعطوني إياه سوى الإيبوبروفين وغالونات من شراب الطاقة عندما كنت طفلاً كنت قد جربت كل نكهة من قوس قزح مشروبات الطاقة مرات عدة الأزرق الفاتح هو القنبلة أبتعد عن العنب كنا هناك وكان هناك قدر هائل من الكراهية التي توجهت إلينا كانت هناك بعض التهديدات بالقتل والتي تصاعدت وتفاقمت مع مرير الأيام حين علم الناس أن وزارة الخارجية ستسمح لنا بالعودة إلى الولايات المتحدة طوال الوقت كنا نصنع الليموناد من الليمون وننظر إلى نصف الكوب الممتلئ وليس النصف الفارغ ونعيش من أجل الحاضر ولا نقلق بشأن الماضي ولا نركز أيضاً على المستقبل لأن كل هذا كان خارجاً عن سيطرتنا التوتر والضغط العصبي كان هو أكبر مساهم في محاربة جهاز المناعة وهو ليس جيداً لجهاز المناعة لذلك كان الحفاظ على إبقاء توترنا مخفضاً مهماً للغاية صحيفة الغارجان البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي تظهر التحولات التي يحدثها كورونا على العالم وكيف تغيرت الأماكن من الازدحام إلى الفارغ نتابع ترجمة نانسي قنقر ختاماً نعرض لكم عدداً من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابع وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحف نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء